السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أردت أن تجذب الفتاة عن طريق تجاهلك لها فليس أمراً صعباً جداً ولا يتطلب الكثير من الجهد والعمل لكن السؤال الأهم يا صديقي هنا هو لماذا التجاهل هذا يجعل الفتاة تتعلق بك وتحبك أكثر رغم أنك تقص عليها لكنها تكون مصرة على الفوز بك تابع معي هذا الفيديو حتى تعرف الإجابة عن هذا السؤال وكيف تتصرف قبل البدء أريد أن أقول أنني لا أعمم فالأطباع قد تختلف وطريقة التصرف حيال هذه الأمور متفاوتة بين فتاة وأخرى لكن في أغلب الأحيان هذه هي الأسباب وراء حب وتدليل الفتاة لحبيبها الذي يتجاهلها كيف ذلك؟ تابع معي إذن لماذا تتعلق الفتاة أكثر وتتمسك بالرجل الذي يتجاهلها؟ أولا بسبب جاذبيتك القوية الكاريزما التي تتمتع بها كرجل وجاذبيتك عندما تتجاهلها هي التي تجعلها تحبك أكثر وتهتم بك هي تسعد عندما تنظر إليك وأنت بهذه الهيبة فالكثير من الفتيات يا صديقي يحببن الرجل صاحب الشخصية القوية وبالأخص ذاك الذي يتجاهلهن ويقص عليهم مثلا قد تكون على موعد معها وتأتي تجلس أمامها لبضع دقائق ثم تقول لها طرأ لدي عمل وتتركها من دون تبريرات أخرى أو حتى شعور بالذنب أو عندما تجعلها تنتظر اتصالاتك ساعات طويلة فهنا هي لن تستاء منك هكذا هن بعض الفتيات يملنا للرجل صاحب هذه التصرفات لأنه في نظرهن هو بالغ الرجول والقوة السبب الثاني التخلص من حالة الغموض عندما تتجاهل تلك الفتاة فهي لن تعاود معرفة ما يحصل في حياتك وسينتابها الفضول حيال عائلتك أو عملك أو ماذا يحصل معك من أحداث يومية ستشعر بالحيرة والغموض وستحاول جاهدة حينها التقرب منك ودعمك بأساليب عدة فقط لمعرفة ما تعيشه من جديد ثالثا الخوف من أن تتخلى عنها عندما تتجاهل الفتاة فإن أول ما سيأتي على عقلها هو فكرة أنك سوف تتركها لأنك مللت منها ربما فإن حبها لك حينها وغرورها كأنثى لن يسمح لها بالاستسلام للأمر وفكرة أن يتركها رجل لن تتقبلها معظم النساء بل ستحاول الاهتمام بك دون أن تشعر أنها تبالغ في الأمر وهذا سيفضح حبها لك وتعلقها بك رابعا الخوف من أن تحب فتاة أخرى إذا وجدت الفتاة أنك تتجاهلها بطريقة تلفت إليك نظر باقي الفتيات وهي تعرف أن هناك من تنتظر انفصالكما بفارغ الصبر فهي ستخاف من أن تنتهز هذه الفتاة الأخرى الفرصة في ابتعادك عن حبيبتك لتأخذ مكانها أو أن تفكر أنت بفتاة أخرى فتحاول حينها هذه الفتاة أن تدللك وتهتم بك لتفوز وحدها بحبك من جديد هذا يدل بطبيعة الحال أن الفتاة تحبك ولا تريد أن تتخلى عنك وأنها كلما شعرت بأنها سوف تخسرك ستحارب من أجلك ومن أجل الاحتفاظ بك خامسا الإحساس بقيمتك من أولى الأسباب التي تجعل الفتاة تهتم بك بعد تجاهلك لها هو أنها عندما تجاهلتها أحست أنك غال عليها وهي لا تستطيع الابتعاد عنك واكتشفت مستوى الحب الذي تكنه لك في قلبها أي أن قيمتك كبيرة عندها وهي تخاف من خسارتك هي تعشقك وستهتم بك وتدللك من أجل أن تستعيد اهتمامك بها من جديد سادسا عندما تفهم أنك تفعل ذلك لتلفت نظرها لا تستهن يا صديقي بذكاء حبيبتك فربما تجدها طيبة القلب وعطوفة لكنها ليست غبية بالأخص عندما تكون على علم تام بأنك تعشقها ولا يمكنك الابتعاد عنها فهي سيزيد حبها لك واهتمامها بك لأنها قد تفهم تماما من تجاهلك لها أنك بحاجة لأن تعاود دعمها لك واقترابها منك ستعلم بشكل تلقائي أنك تفقد اهتمامها وتقوم بهذا التجاهل من أجل حثها على الالتفات لك سابعا الشعور بالاشتياقي لك عندما تقوم بأعمال التجاهل هذه كعدم الرد على هاتفها أو التخفيف من مقابلاتك لها وعدم الاكتراث لوجودها وغيرها من حركات التجاهل ستشعر الفتاة أنك ابتعدت عنها وستشتاق وتحن إليك بطريقة جنونية فاهتمامك السابق لها كان مهما جدا وستتقرب منك مجددا لتسترجعه وتضمن وجودك بجانبها ثامنا قد تلجأ الفتاة للاهتمام بك عند تجاهلك لها من أجل تذكيرك بالماضي إذا اعتقدت الفتاة أنك مللت منها وتتجاهلها فهي ستحاول بشتى الطرق أن تستميلك من جديد وستذكرك بأيام الحب الماضية قد تجدها تبالغ في اهتمامها بك فربما ستدعوك للغداء في منزلها وتطعمك من الطعام الذي حضرته من أجلك ستحاول تحفيز مخيلتك وتضع أمامك أشياء من الماضي هدفها من هذا كله هو أن تعود كما كنت في السابق وتوقف تجاهلك لها تاسعا لكي تشعرك أنها تصونك ولو كان اهتمامها عن بعد فقط أحيانا قد يكون الاهتمام بطريقة غير مباشرة وذلك لكي تحافظ الفتاة على كرامتها التي تعتقد أنها إذا طلبت منك الإقلاع عن تجاهلك لها مباشرة فهذا يعني بالنسبة لها أنها تقلل من قيمة نفسها وربما لديها كامل الحق بالتفكير بهذه الطريقة حينها ستقوم بأفعال من دون أن تريك نفسها كأن تأتي في غيابك وتقوم بتحضير شيء تحبه من أجلك أو أن ترسل لك هدية مميزة وتذهب وعندما تنتبه أنت هي لن تكن موجودة وذلك كي تحثك على الشعور بالحاجة لمقابلتها ولشكرها المهم في الأمر أنها شعرت بابتعادك وتجاهلك لها وتريد أن تظهر لك أنك تعنيها مع المحافظة على اعتبارها لنفسها وهي أيضا لديها عزة نفس فإن كنت لا تريد رؤيتها لا بأس لكنك لن تمنعها من مراسلتك في الخفاء أو الاهتمام بأمور تخصك عاشرا بسبب الحاجة إليك قد تكون أنت نعم أنت الشخص الوحيد القريب منها والذي رغم ابتعادك عنها وتجاهلك لها لا تزال الشخص الأول الذي تجد راحتها بقربك فهي ليس لديها سوى أن تهتم بك لكي تحافظ عليك وتمنعك من الابتعاد أكثر من أصعب الأمور عندها هو التخلي عن الحبيب القادر على استيعابها ومساندتها بشكل دائم سبب آخر لأنك قمت بتكرار الأمر أكثر من مرة عندما تقوم بتجاهل حبيبتك لمرات ومرات متعددة فسيغضو الأمر بالنسبة لها مألوفا وستعتاد على التعامل معك في ظل هذه الظروف لذلك لا تستغرب أن تبقى الفتاة برفقتك بطريقة طبيعية فهي تعلم أن شخصيتك تملي عليك تجاهلها من وقت إلى آخر وأن هذا الأمر ليس بشيء جديد أو غريب عنها ستعوضك ببعض الاهتمام والحب والعاطفة وسيكون الأمر بعدها على خير ما يرام من الأسباب الأخرى أيضا التي ينبغي لي ذكرها لأنها تثق بك ثقة عمياء تستمر الفتاة المغرمة يا عزيزي بحب الرجل طيلة العمر وبالأخص إن كان ذاك الرجل الذي تثق به ثقة عمياء وتعلم أنه لن يخذلها مطلقا ستبقى بجانبه ولن تنزعج منه لأي تصرف قد يتصرفه باستثناء طبعا الخيانة فلو حتى قام بتجاهلها أو بالغضب منها أو بمعاقبتها هي تعلم أنه يمر بفترة مؤقتة وسيتخطونها معا ومهما فعل فهي لن تبتعد عنه بل ستهتم به طيلة حياتها سبب آخر لأنها تعلم أنها كانت هي السبب في ذلك هذا السبب مهم جدا في الحقيقة لكن قلة قليلة من الفتيات اللواتي يعترفنا به لأن الاعتراف به يتطلب من الفتاة الشجاعة والصدق فهي تستمر في حب الرجل وتهتم به أثناء تجاهله لها بسبب معرفتها أنها هي السبب في ذلك هي في داخلها تحتفظ بهذا السر فقد تكون فعلت أمرا ما جعلك تشعر بالسوء منها أو أنها ربما تتصرف بطريقة لا مبالية لا تعجبك أو قد تكون أهملتك قبل أن تهملها بغض النظر عما فعلت هي تعلم أنك بسببها قمت بتجاهلها لذلك هي لن تكرهك بل ستحاول أن تظهر حبها لك وتدللك كي تسامحها وتعاود تصرفك معها كما كنت في سابق عهدك إلى اللقاء